دكتور برضو احنا جايبين على الشاشة اللعبة بنقول عليها قسارة الجماجم دي للعيال بيلعبوها مع بعض واخدينها من التيك توك على السوشيال ميديا فالعيال بيأذوا بعض بشكل كبير جدا يا دكتور برضو حرك أستاذنا في التربية وبتعلم هذا المنهج الكبير يعني دايما نقول التربية قبل التعليم ازاي المدارس تهتم بهذه الجزئية في التربية أولا التربية يعني شركة بين البيت وبين المدرسة طبعا وبين الإعلام أي طبعا وبين المسجد والكنيسة طبعا لأن المتعلم بيتعصر بكل هذه المعسسات التربوية كل النوافذ النور يعني طيب دي يجي بقى للمدرسة يعني أنا مش مهمتك أو ليه أمر أن أنا بترك ابني يذهب إلى المدرسة وبدون متابعة المتابعة مهمة جدا هو في المدرسة لن يستطيع أنه يقعد يلعب هذه الألعاب لأن الأولاد فيه معلم وفيه 45 ديار وفيه برنامج بمقدم وفيه عملية مناقشات وحوارات ما عندهش وقت وعندهش رفاهية أنه هو يقعد يلعب وأنه هو يتعامل مع هذه الألعاب الكمبيوترية لكن القضية قضية البيت المفروض لما يكون مع التابلت وراح البيت أنا كورية أمر أعود أشوفه بيعمل إيه أعود أشاركه أعود جنبه فيه اسمه الحضن الاجتماعي أن الأسرة بحضن دافئ حضن اجتماعي بيضم البنت أو الولد كأصدقاء أعرف اهتماماته أبس ضبط اهتمامات وميوله وما فجأوش أن أنا أصدقه أعامله معاملة الزميل والصديق وأكبره وأنا ديله بإسمه خاصة فمرحلة المراقة للمرحلة الصنوية لازم تدله احترامه وتقديره واستخلالياته لأن احنا مش عاوزين ولادنا معتمدين عاوزينهم مستقلين بيتأخذوا خراراتهم بناء على خواعد وعلى أسس وعلى أنزمة بتوفر لهم معلومات أفضل وحياة أفضل بيتأثروا ببعض يا دكتور يعني الولاد بيتأثروا ببعض في المدرسة اللعبة دي تحديداً قسرت الجمجمة يعني اللي في حضراتكم فالصديق مش عادين لسه مش عارف هي عبارة عن إيه اتنين أولاد يتفقوا مع بعض يجيبوا زميلهم التارث على أنهم هينطوا وبعدين برجلوا يشنكلوا وكده ويقع بقى على ظهر يقع على راسه ده داخل المدرسة؟ داخل المدرسة؟ داخل المدرسة يبيب مسؤولية المدير مسؤولية الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي والمعلمين الشق النفسي هو لسه في دكتور أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي حضرتك على الشاشة ده ده الولاد في المدرسة بتلعب بنفس الشكل زي ما بقول حضرتك كده جيبوا زميلهم التالت ويروحوا مقالين بسيط طبعاً من حق الأولاد أنهم يكتشفون حقهم أنهم يخرجوا على المألوف لكن الخروج على المألوف بما يفيد يعني الإبداع أن أنا أخدم شيء جديد مفيد لكن شيء جديد غير مفيد ما يبقاش إبداع أو حتى يلعب ويتنططه لكن من غير ما يأزوا بعض يبقى قاصد أن يأزي ويقولك دي لعبة دي خضية خلينا نقولها دي خضية يمكن السيطرة عليها وليس خضية مستعصية لأن في معلمين يعني أنا أما لاقي ابني أو بنتي بيعمل اللعبة دي أتنصر بالمدرسة أقول لهم إزاي أنتوا تسمحوا للأولاد يعملوا كده أتصل بين الإخصاء النفسي أو الإخصاء الاجتماعي أعود مع ابني ومع بنتي دكتور إحنا مبارح كنا بنعرض في الفقرة باعت الصحافة وكان وزير التربية والتعليم علق على الأمر ده بعض مدرس بيشغله أغاني المهرجانات اللي هي فيها أشرب خمور وحشيش ومش عارف إيه وحاجات كده بجد يا دكتور أحرك ممكن تفتنا في التحية أي التربية راحت فيه نقيب الموسيقيين رفعني الكلام ده رفعه بس بعد إيه يعني هانت بشهر تأدي بقول لحضرتك في المدارس مشغلين أغاني مهرجان أنا أقول فكرة التربية هل التربية انفصلت عن التعليم هو الصبح في خلاة فضائية من خناعات فضائية الأستاذ رامي أنا سمعتها الصبح قال هذه الصور وهذه الأشكال ليست في المدارس المصرية دي مأخوزة من مدارس تانية حضرتك لا 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 كان شفتها بعيني مدارس مصرية ومدارس بنات بالتحديد ووزير التربية والتعليم عقب عليها كان في الأهرام أعتقد لو ده صح يا دكتور لو احنا كلامنا صح دي مسؤولية مين مش مسؤولية مين بس هي فين التربية في المدارس ده يعني أنا مع حضرتك أن المدرسة تربية قبل التعليم خلينا نبص كده للواقع أما الله عندنا 22 مليون متعلم والله عندنا حوالي 68 ألف مدرسة وعندنا مليون ونصف مليون معلم وعندنا 99 مليون جنيه مصري وتتصرف سنويا على التعليم 90% منها أجول متهدنية أنا لما أوفر أنشطة تعليمية متعددة أنشطة علمية أنشطة اجتماعية أنشطة رياضية أنشطة فنية في المدرسة هتفرغ طاقات هؤلاء الأولاد دي مسؤولية مين؟ مسؤولية رجال الأعمال الشرفاء وهم أكثرهم وهم فعلوا بيوفروا أزيل الأمور في المدرسة فيعني خلينا نقول أن التعليم خضية ليس خضية وزير أوزارة ولكنها خضية خضية مجتمع خضية مجتمع في النظم الحديثة في التعليم أن الوزير يعني هذا التطوير ده قائم على فكر الرئيس السيسي قائم على أن الدولة إرادة إرادة الدولة عزمة على أنها توفر تعليم جيد ليس هو الوزير وليس هو رئيس وزراء ده قرار مجلس وزراء قرار إرادة سياسية